وبقول تاني دي نقطة نظام يا مجتمع انا بكلم الكل مرة بنتكلم نداء الى الحكومة نداء الى وزير كذا نداء الى محافظ كذا المرة دي انا بقول نداء الى المجتمع المجتمع عليه ان يفزع المجتمع عليه ان ينتفض ليحاول اعادة ترتيب اولوياته ويعيد ترتيب اوراقه ويعيد مرة اخرى النظر الى هذه السوقات المجتمعية اللي اخترقت القشرة الى اللب اللي ولاد اللي بيكل يوم افتح صفحات الحوادث اب قتل ابنه ام قتلت ادنها رماته في الزبالة واحدة قتلت جزها عشان تهرب مع عشقها القتل داخل الاسرة زين المحارم الاختصاب واحد يختص طفلة عندها ست شؤور ولا سنتين انا يعني بشكل عاب بقول انه العنف استشرة العنف زاد تفسير هذا العنف ليه ده سؤال لازم نحلل لازم نقرأ ونحط جرعات علاج انا خايف على مجتمعي انا خايف على بلدي احنا بنجري مندفعين عندي حروب ضد الارهاب حروب الجيل ربعة وكمسة عندي معركة تنمية عندي معركة بناء عندي معركة تعليم عندي 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 لكن الاسرة فين؟ الاسرة المصرية اللي كانت هي الجهام الاساسي الاسرة المصرية هي العمود الرئيسي الاسرة الاب الام الاولاد الاخلاقيات القيم اللي كانت موجودة في الاسرة اين ذهبت القيم اللي كانت موجودة بتميز الاسرة المصرية المجتمع المصري موجودة الحمد لله لكن فيه قشور فيه مشاكل فيه اهتراء بدأ يحصل موجود هتقول لي الاسباب الاسباب كتير انا ممكن اعود اعدلك الاسباب من هنا البكرة كيف نواجه هذه الاسباب كيف لن نضع رؤوسنا في الرمال لن نضع رؤوسنا في الرمال ونحن نتحدث عن جرائم باتت تهدد السلم المجتمع